السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد للمرة لدينا هذا اللابتوب لينوفو الموديلها G5070 مثل ما ظاهر أمامكم على الشاشة مشكلة هذا اللابتوب إنه لما نربطها على الشحن خلي نحاول نشغلها ونشوفكم تجي تضغط على زر التشغيل راح تشوف إنه ضو التشغيل هنا يشتغل ويطفى مباشرة يعني يومض ويطفى مباشرة وكذلك الشاشة إذا تتبه عليها شوف الشاشة مثل لونها يتغير أثناء الضغط لونها يتغير وترجع إلى لونها الطبيعي ثم تشوف يعني كأنما تتحاول تقلع وتنطفي مباشرة شنو بسبب هذه المشكلة هذا الشي اللي راح نعرفه به هذا الفيديو إن شاء الله فحتى الاستفاد خليكم تابعوا حتى النهاية أول شي خلي نقوم بي هو عملية تفكيك الجهاز فخلي نفكك سويا طبعا بيها نقص كبير بالبراغي أغرب أغرب البراغي ما مشدودة شوفوا لي وضع النظام ما للتبريد على علم ماذا مو شغلنا خليه حاليا نشوف مشكلتها الأساسية طيب خلي ناخذ زر التشغيل زر ما شوفهم ضوء التشغيل يشتغط ويدفع مباشرة وعلى الشاشة أيضا ومضة تصير بالشاشة طبعا تستمر اللابتوب بهذا العملية تحاول تنهض وتنطفي مباشرة شوف تحاول تنهض والشاشة لوني الشاشة يتغير وترجع إلى وضعها خلي أول شي نبحث الخطوط مال السوكت لأنه ممكن يكون من خط الداتا مال السوكت فنرفع السوكت من محلنا متأكد من سلامته بشكل جيد لأن قبل الآن مرة علي مشكلة وكان سببها السوكت خلي نشوف سلامة ومتأكد من سلامة الأقطاب ثواني خط الداتا سليم السوكت سليم أخوان ما بي أي شكال نحاول مرة أخرى نشغل نفس المشكلة أخوان خلي نفصل هاي القطاع كلها ونحاول نشغل بسم الله أيضا نفس المشكلة خلي فكك البورد خلي أول شي نصفر البائز أخوان خلي نحاول مرة أخرى بسم الله نفس المشكلة خلي نحاول نشغل الجاز بدون رام بدون رام الجاز شغال خلي نرجع رام بسم الله الجاز اشتغل خلي نشوف رح ناخد الصورة ولا لا إذا ربطناه على الشاشة بسم الله نشغل هاي مرة أخرى ما يشتغل ما يرى الصورة أعتقد الرام نزعناه ما رجع يعني ما رجعناه ما قاعد بمحلة أو ممكن لأنه صفرنا البائز خلي نتأخر خلي ننتظر عليه شوية شغله ننتظر شوية لأن صفرنا السيموس ممكن يتأخر بعرض الصورة نحاول نجاز شغال مثل ما يشوفون هناك إذا ظاهرتكم لد التشغيل شغال ولكن صورة حارين ما عندنا طفع الجهاز اشتغل مرة أخرى طفع ايضا اشتغل ما رح يعرض الصورة مشكلتنا ممكن تكون بالرام خلي نبدل الرام هذا رام آخر بسم الله شغل الجهاز مشكلة بالرام زين الرام تالف يحتاج ذا تبديل وإلا الرام بس متأكسد وما قاعد يوصل هذا الشيء خلي نتأكل من نسوية خلي نجيب كحول أو ثنر وفرشة وننظف السكت وننظف الرام ونشوف هل نحن مضطرين لنبدل الرام وإلا طبعاً هناك أكسدة هنا بها المنطقة إذا كنتم هون أعتقد شغلة أكسدة مو أكثر خلي نجرب طيب قبل ما نروح على الجهة الأخرى خلي نثبت البورد بشكل مؤقت بهذا الشكل هذا الرام والتنا ناخذه على جنب هذا الرام بالزبون ننظفه من الأكسيد بشكل جيد نرجع الرام على الأستوات اللي قريبة على المعالج بهذا الشكل نحن نجرب مرة أخرى بسم الله شغلت اللعفة بأرضات الصورة مثل ما شوفون إذا مشكلتنا أكسدة بالسوكيت وأكسدة بالرامات فخلي نتصل بالزبون نعرض عليه كلفة بسيطة من أجل عملية الإصلاح وأيضاً نعرض عليه أنه يسوي له تنظيف للجهاز من الأوساخ اللي متراكمه بداخله ونبدل له معجون حراري للمعالج لأنه حتماً معجون حراري حالياً متيبس وما ننسى أيضاً أنه هذا البن الخاص بالسوكيت نرجع نغطيه الترسر بتلامس مع باقي الأقطاب ويسبب مشاكل شبيرة خلي ننتصل بالزبون نطيع علم ونرجع نكمل سويا خلطاني بالنسبة لي هذا الفيديو اعتبره منتهي فأكو فيديوهات مشابهة لهذه العطاية رح تركيها بصندوق الوصف ممكن أن تستفاد منها وبس هنا نكون وصل للنهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو تنسوا من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم بكل جديد قام بياكم سيب جدا وقام جدا ويتركت سلام عليكم